مارين لوبين مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة تصدم الشارع الفرنسي بنيتها تعيين نيكولا دوبونينيان المرشح الخاسر في الجولة الاولى رئيسا للوزراء في حال فوزها في الجولة الثانية دوبونينيان رئيس حزب انهضيا فرنسا الذي عبر سابقا عن خلافه مع لوبين ورفضه لانحياز اليمين المتطرف اعلن خلال المؤتمر الصحفي عن توصوله لاتفاق على تشكيل حكومة في المستقبل مع لوبين الدعم الذي قدمه دوبونينيان الى اليمين المتطرف ادى الى استقالة عدد من المسؤولين في حزبه الذي يعلن انتماءه للخط الديجولي امانويل ماكرون من جهته انتقد الموقف واعتبره مناورة ترمي الى تسوية مشاكل مارين لوبين المتعلقة بالنصداقية التحالف التديد يوضح ان الاختيار اما مناخيب فرنسا وبين معرض اوروبا ومن يتبنون اراء تقدمية وفي صفوف اليمين انتقد النائب جان فرانسوا كوبي ما سماه خطأ سياسيا واخلاقيا كبيرا كما اعتبر الامين العام لحزب الجمهوريين برنار اكويي ان دوبونينيان قد خسر شرفه بهذا الاتفاق